بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أجرف المرسلين سيدنا محمد بعد أن تحدثنا عن تكوين شركة التضامن وإجراءات شركة التضامن والجزاءات المترتبة على عدم الشهر نتحدث عن إدارة شركة التضامن وإذا أردنا أن نتحدث عن إدارة شركة التضامن فدعونا نتحدث عن تعيين المدير وعزل المدير ومسؤوليات المدير عن أعماله واعتزال المدير لأعماله فنتحدث بداية عن تعيين المدير وإذا أردنا أن نتحدث عن تعيين المدير فيجب علينا أن نفرق بين تعيين المدير إذا كان مديرا واحدا أو كان هناك تعدد للمضراء ثانيا نتحدث عن ما إذا كان مديرا اتفاقيا أو مديرا غير اتفاقي فما المقصود بالمدير الاتفاقي وما المقصود بالمدير غير الاتفاقي المقصود بالمدير الاتفاقي هو المدير الذي تم تعيينه في عقد تأسيس الشركة فنص في عقد تأسيس الشركة على أن مديرها فلان الفلاني ففي هذه الحالة نميز بابين نوعين من المدراء إما أن يكون المدير اتفاقي من أحد الشركاء وإما أن يكون مدير اتفاقي من غير الشركاء فإذا كان مديرا اتفاقيا من أحد الشركاء فهذا لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم هذا المدير نفسه فيجب أن يوافق هذا المدير على عزل نفسه ولا يجوز أن يعزله أحد الشركاء أما إذا كان مدير اتفاقي من غير الشركاء أي ليس بشريك فهذا يجوز عزله بنفس طريقة تعيينه أما بالنسبة للحالة الثانية أو الفرضية الثانية التي نريد أن نتحدث عنها في تعيين المدير في حالة ما إذا كان هناك مدير واحد أو كان هناك تعدد للمدراء إذا كان هناك مدير واحد للشركاء فهذا المدير هو الذي يختص بكثير جميع شؤون الشركاء وتعتبر قراراته جميعها نافذة في حق الشركاء والشرقاء وتكون هذه قرارات ملزمة للشركاء إذا توافر شرطين الشرط الأول أن يوقع بصفته مديرا الشرط الثاني أن يكون التصرف داخل في نطاق اختصاص ونشاط الشركاء فإذا تخلف أي شرط من هذين الشرطين ففي هذه الحالة لا تعتبر تصرفات هذا المدير ملزمة للشركاء أو الشركاء أما الحالة الثانية وهي حالة تعدد المدراء وفي حالة تعدد المدراء نفرق ما بين أمرين إذا كان هناك تعدد للمدراء مع تحديد اختصاص كل واحد منهم أو تعدد للمدراء مع عدم تحديد اختصاص كل واحد منهم فإذا تعدد المدراء مع تحديد الاختصاص فيكون كل مدير مسؤول في حدود اختصاصاته المحددة وتكون تصرفاته نافذة في حدود هذه الاختصاصات ولا تعتبر نافذة إذا تعدها إلى اختصاصات مدير آخر أما الفرضية الثانية وهي تعدد المدراء مع عدم تحديد الاختصاصات ففي هذه الحالة يجوز لأي مدير من هؤلاء المدراء أن يتخذ ما يراه يحقق مصلحة الشركة وتكون تصرفاته نافذة في حق الشركة وحق الشرقاء ولا يجوز الاعتراض على تصرفاته بعد نفاذها أما قبل نفاذها فيجوز الاعتراض من سائر المدراء الآخرين على القرارات أو التصرفات التي يتخذها هذا المدير ودعونا نفترض فرضية جدلية وهي حالة عدم تعيين مدير من الذي يدير الشركة في حالة عدم تعيين مدير في هذه الحالة يكون من حق أي من الشرقاء اتخاذ ما يراه من إجراءات تحقق مصلحة الشركة وتكون تصرفاته نافذة في حق الشركة وحق الشرقاء الآخرين ما لم يعترضوا عليها قبل نفاذها أما بعد نفاذها فلا يجوز لهم الاعتراض عليها ويجوز للمدير أن يعتزل أعمال الإدارة فيتنحى أو يتقدم باستقالته وفي هذه الحالة لا يسأل المدير إلا عن تعويض الشركة عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها أو الأضرار التي تسبب فيها بسبب اعتزاله أما إذا لم يكن هناك أضرار تحققت من وراء اعتزاله لأعماله أو لأعمال إدارته أو لم يخطأ أخطاء تسبب ضررا متمثل في فوات المكسب أو تحقق قسارة للشركة فلا يسأل مثل هذا المدير عن اعتزاله مسؤوليات المدير عن أعماله يسأل المدير أمام الشركة عن الأعمال الصادرة منه ويجب على المدير حين قيامه بأعمال الإدارة أن يبزل عناية المدير العادي وعناية المدير العادي تختلف عن الشخص العادي فهو شخص محترف يجيد أعمال الإدارة ويجب أن تتوافر فيه سماته معينة فيجب عليه بزل الحرص والعناية على تحقيق مصلحة الشركة والشرقاء فإذا أخلى بهذه العناية يكون مسؤولا عن ما تحقق من ذلك من أضرار أو من فوات مكاسب ويكون المدير مسؤولا عن تصرفاته الشخصية ومسؤولا عن الأخطاء التي تصدر من معاونيه أو نائبيه ولكن ما حدود مسؤولية المدير عن الأخطاء التي تصدر من نائبه؟ لكي نعلم مسؤولية المدير عن الأخطاء التي تصدر من نائبه يجب أن نفرق ما بين حالتين إذا كان المدير مأزونا في تعيين نائب أو كان المدير غير مأزونا في تعيين نائب فإذا كان المدير مأزونا في تعيين نائبا عنه فلا يسأل المدير إلا عن خطأه في اختيار هذا النائب كأن تكون وظيفة نائب المدير تستدعي خبرة عدد سنوات معينة أو أن يكون ملم باللغة وملم باستخدام الحاسب الآلي وبالرغم من كل هذه الاشتراطات التي يعلمها المدير تجاوزها كلها وعين نائبا له أخيه أو ابن عمه أو ابن خالي أو أحد أقاربه مجاملة ومحابة لهذا الشخص أما إذا اتبع المدير جميع الاشتراطات اللازمة فتكون مسؤوليته من عدمة في هذه الحالة الحالة الثانية إذا لم يكن المدير مأزونا له في تعيين نائب ففي هذه الحالة يسأل المدير عن الأخطاء الصادرة من نائبه وكأنها صادرة منه هو شخصيا عزل المدير يجوز للشركة أو الشرقاء عزل المدير إذا صدر منه ما يبرر ذلك ولا يجوز للمدير أن يطالب بتعويض إذا كان مخطئا أو إذا كان قد بدر منه خطأ يبرر ذلك أما إذا كان عزل المدير تعسفيا فيجوز للمدير أن يطالب الشركة أو الشرقاء بتعويضه عما فاته من مكسب أو ما لحقه من خصارة من جراء عزله أو اعتزاله لهذه المهمة